وكده نروح مع بعض إلى منتخب السنغال وتشكيل منتخب السنغال اللي في الغالب مش هيبقى بعيد يعني عن اللي تلعب النهاردة مع بعض كده ناخد الأسامي ونشوف المراكز في حراسة المرمى إدوارد مندي عنده كم سنة بقى؟ عنده 30 سنة تمام؟ بلبس التشيرت رقم 16 بلعب حالية في نادي تشيلسي مبارياته الدولية 22 مباراة خلي بالكم من الحاجات دي عنده كم سنة؟ 30 كم مباراة دولية؟ 22 بونصار السن 30 سنة المركز الظاهير أيمن الرقم 20 في باير ميونيخ تمام؟ المباراة الودية الأسامي مباراة الدولية 12 طبعا بلا أهداف الاسم التالي اللاعب اللي بعده كوليبالي 30 سنة قلب تفاع يلبس رقم 3 عنده 59 مباراة دولية هو الكابتل يعني اللي يليه مباشرة الاسم عبدو ديالو ده اللي أصيب مخارج ما عافش هيا دليل عبو لا لا السن 25 سنة قلب تفاع رقم 22 باريس سان جرمان لعب 15 مباراة دولية أحرز هدفين دوليين الاسم التالي ساليو سيس 32 سنة ظهير أيصر رقم 2 نادي نانسي فرنسا في درجة تارية المباراة الدولية 34 الأهداف الدولية 0 اللاعب اللي يليه دريسة جايه 32 سنة خلي بالكم من العمار والنبش خلي بالكم الحكاية دي متوسط الأعمار المركز خط الوسط رقم 5 نادي بريس سان جرمان 92 مباراة دولية وبع ذلك إدريسة جايه مش هو اللي كابتن المنتخب السنغالي الأهداف 6 أهداف اللي بعده نامليس مندي 29 سنة خط وسط رقم 6 14 مباراة دولية ليستر سيتي تمام بعديه شيخه كي يقته السن 32 سنة المركز خط وسط رقم 8 النادي كريستاب بلس مورد دولية 80 الأهداف أربعة الاسم اسماعيل صارة هو ده اسماعيل صارة ده الموضوع كله الحقيقة 24 سنة جناح أيمن 18 لعب 44 مباراة دولية أحرز 10 أهداف بلعب في نادي واتفورد الإنجليزي تمام دي فمارة بيلعب عنده 29 سنة المركز قلب هجوم رقم 19 ألان ياسبور التركي المباراة الدولية 23 أهداف الدولية 10 الاسم اللي بعده والأخير مش كده برضو والأخير يا شادي والأخير هو ساديو مانيه 29 سنة جناح أيصر رقم 10 ليفربول طبعا الأهداف الدولية 29 المباراة الدولية 88 دول اللعيبة اللي شاركت أصدنا يوم الجمعة وأخذي بالكم الأعمار كتير لكلهم تقريبا مع الديني 30 من 30 وانتطالع ما عدا مندي 29 سنة اسماعيل سارة 24 سادي ومانيه 29 الباقي أبو 30 31 و32 ومع ذلك اللي مع الديني 30 دول الناس عندهم 6 مباريات عندهم 10 مباريات دولية طبعا ما تيجي تبص على المنتخب المصري محمد الشناوي تقريبا 45 مباراة وتبص مثلا على علي جبر لوحده عنده قد كده ما عنديش رقم يعني يمكن وعمر جابر عنده أرقام عالية وأحمد فتوح كون أرقام أرقام عمرو السلية النني بقى عد عد جامل في الننج تمام ومحمد صلاح ومصطفى محمد وكشو بقى الأعمار أعمار صغيرة ترزيجي مصطفى أحمد فتوح صلاح 29 سنة النني 29 سنة عمر جابر 29 سنة أحمد سيد زيزو 26 سنة عمر كمان عبواحد 26 سنة يعني إحنا أصغر منهم حيوية أكتر منهم كمان ومن ثم لازم ناخد بالنا من الحاجات دي أنه كمان هذا جيل الجيل بتاع السنغال إن شاء الله بعد الصعود المصري هو جيل ينتهي فترة وتكون مرت السفريق من 2014-13 بيتكون هو اللي وصل للحالة دي والمرحلة دي في نهاية أوقاته يعني خد نهاية بطولة إفريقيا للمرة الأولى في التاريخ بالنسبة للسنغال لكن الأعمار بتقول لنا إنه اللعبة هتلعب جامد قوي لأنه ده هو الموسم الأخير لهم في إنهم يوصلوا كاس عالم بعد أربع سنين اللي هيب عنده 36 واللي عنده 38 واللي عنده 37 فالأمور هتكون صعبة تمام فالأمور كلها بتدي إحاء إن المباراة ما بين شباب المصري نعم العناصر في مصري عناصر شب أكتر من العناصر اللي موجودة في السنغال